أهلا بحضراتكم الجديد عايز أقول لكم أنه في الفاصل أو في البريك مهندس عدلي بيكلمني على تفاصيل الحوار المهم اللي عمله الكابتن حسين لبيب معرفش أقول لكم اللي قاله ولا لأ بس خلاصته في الآخر قالك أنا كده أبدأ أخاف من الزمالك كده أبدأ أخاف أن الزمالك هيبقى في حال منضبط لما الأفكار السليمة في مكان كبير هتقودوا إلى نجاح فتنتظر منافس أقوى وإحنا نراحل بالمنافسة من هذا النوع ما نتمناش أن ننافس ننافس ناس كل ما هتكسبها هتقلل إيمية البطولات بتاعتك عايزين نكسب وإحنا في منافسة قوية أنا بشتغل صح وبشتغل صح